اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ضمن المرحلة الثانية للحملة الوطنية للتشجير دمت خضراء كمحطة مهمة من محطات الحملة الأمر الذي يعزز من الحاجة لزراعة أشجار تخدم أهالي المحرق وتحقق الأهداف المنشودة للحملة هذه الشراكة المجتمعية مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي تحقيقاً لرؤية البحرين 2030 وسعياً لتعزيز أهداف التنمية المستدامة وتنفيذاً لالتزام مملكة البحرين البيئي بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060 وفي مبادرة أطلقها سيتي سنتر خلال شهر رمضان المبارك بالتعاون مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تحت عنوان كن النور وذلك بهدف رسم البسمة وإدخال البهجة والفرح على قلوب خمسة آلاف يتيم في مملكة البحرين أشكرهم على هذه المبادرة الإبداعية الجميلة فيها قيمة جمالية بحيث أي محل تجاري في هذا المركز يتبرع على طول في لمباتورة لأن شركة البطيم يخلون تبرع من عندهم لصالح الأيتام ونتكلم هنا عن حوالي خمسة آلاف يتيم وشيء رائع اختيار الإسلمان جداً عجبني اختيار الفكرة لأن النور طاقة النور جمال وإذا أعطينا للأيتام نور نعطيهم الأمل والطريق المضيء الجميل أولاً نحن سعيدين اليوم بمشاركتنا وفخورين بمشاركتنا مع المأسس الملكي للأعمال الإنسانية هذه السنة بالذات في شهر رمضان مبارك دائماً نحن تعودنا في كل سنة في ستسنتر البحرين أن نقوم بأعمال خيرية في شهر الكريم والسنة ذي كان لنا الفخر بالمشاركة مع المأسس الملكية بما هي تعمل في أنشطتها من الأعمال الخيرية بداخل المملكة وخارج المملكة تطيح مبادرة كون النور خلال منصة الأضواء المتواجدة في الساحة الرئيسية في ستسنتر البحرين الفرصة أمام المجتمع المحلي لتقديم مساهماتهم لصالح الشراكة المجتمعية والإنسانية وفي نسختها الثانية نظمت أكاديمية الشطرنج بالتعاون مع جمعية المتقاعدين بطولة الشطرنج تحت رعاية الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ونأمل إن شاء الله بهالمشاركة الواسعة من الدوليين والمحترفين والهوات في مملكة البحرين أن نعزز هذه اللعبة الذهنية الراقية وأن طبعا ننقلها إلى مجالات أخرى المدارس أو إلى الجانب النسوي أيضا ومختلف طبقات المجتمع إن الشطرنج الآن في مسيرة تصاعدية وإنها قاعدة تستمر بشكل كبير وتنتشر في المدارس وفي النوادي وفي الأماكن كثيرة فإن شاء الله نقدر نطلع عنصر نسائية على مستوى الخليج وعلى كل المستوى الإقليمي وافتدح الدكتور مصطفى السيد البطولة بجولة افتتاحية ويشارك فيها حوالي 68 مشتركا من العديد من الدول إلى جانب مشاركة أبناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية حيث تتكون البطولة من 9 جولات وتقام أيام السبت والاثنين والأربعاء وتستمر حتى الخامس عشر من أبريل ومن أجل نشر الوعي عند المواطنين فيما يخص المخالفات المتعلقة بالمشاريع الإسكانية ناقش المجلس البلدي للمنطقة الشمالية موضوع تصحيح أوضاع المخالفات في بيوت الإسكان في المشاريع الإسكانية وذلك ضمن برنامجه الدوري حياكم حيث استعرض المهندس هشام العباسي رئيس قسم الرقابة والتفتيش ببلدية المنطقة الشمالية عددا من الإرشادات والنصائح واستعرض العباسي ألية تصحيح أوضاع المخالفات في بيوت الإسكان وركز على أهمية التقيد بالقوانين والأنظمة المعمون بها في مملكة البحرين وفي هذا السياق أكد رئيس المجلس البلدي الدكتور السيد شبر الوداعي على أن برنامج حياكم مستمر وبنجاح في تنفيذ رؤيته التي تسعى إلى نشر الوعي بالشراكة مع المختصين في الأجهزة التنفيذية اشتركوا في القناة